بحثا عن شباب لتجنيدهم في صفوفها تنفذ ميليشيا أسد حملة جديدة داخل مدينة حما وتعتقل عددا من المدنيين عبر حواجزها المنتشرة هناك بالتزامن مع أعلانها عن قرار بخفض أعداد المطلوبين للخدمة الاحتياطية مصادر أهلية ذكرت أن المدنيين المعتقلين جرى سوقهم لمعسكرات ميليشيا أسد في مناطق دير الزور حيث تحاول الأخيرة تعزيز نفوذها العسكري في المنطقة الشرقية إقدام النظام على تجنيد المزيد من المدنيين أتى بالتزامن مع أعلانه عن قرار مفاجئ بتسريح من تجاوزت أعمارهم 42 من الخدمة العسكرية على أن يشمل الإعفاء عمليات الاستدعاء والاحتفاظ النظام خلال الأشهر الماضية كان قد عمم أسماء عشرات الآلاف من المدنيين المطلوبين للتجنيد على الحواجز العسكرية في ريف دمشق وحمص وحماء ونفذ حملات مدهمات ضخمة بحثا عن المتخلفين مصادر إخبارية ذكرت أن قرار الأفاء الأخير جاء بأوامر روسية صارمة وجهت الوزارة دفاع النظام لترغم ضباطا في ميليشيا أسد على الالتزام بالقرار المصادر ألمحت إلى أن روسيا تحاول من خلال هذه القرارات كبح همجية النظام وما أسمته العبثة بإدارة الدولة في محاولة منها لتلميع صورة النظام أمام المجتمع الدولي وتهيئته كطرف تفاوضي على الساحة السورية لطرح حل سياسي على مقاسه اشتركوا في القناة